لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر ولنتعض منك دروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم كيف يتعامل الدكتاتور مع الزوجات والعشيقات كيف وقع صدام في غرام سمير الشه بندر الجزء الرابع قررت عشيرة التكريتي أن يرتبط عدي بابنة برزان الأخ الغير الشقيق لصدام غير أن هذا الزواج انقلب بسرعة إلى حزن بدلا من أن يقضي الشاب سهراتي مع زوجتي صار يمضي وقتي في استياد الوجوه الجميلة علينا أن نقول أن عدي لم يكن يحبث نوعا معينا من النستاء ولكنه لم يكن يرغب في الزواج كان عدي مدمنا على شرب الكحول وكان يقارعه في أماكن يفضل في بغداد كفندق ميليا منصور الذي كان يتردد عليه في سياراته الفخمة وأما البارجة التي كان يملك على نهر دجلة والتي تخلت عنها قيادة الأركان البريطانية بعد استقرال العراق فقد تم تزيين بالخشب النادى رفق النمط الفكتوري لتتحول إلى نادي خاص له كان يستقبل فيه كل أشكال الفاسقات لم تكن السهرات تنتهي دوما بشكل جيد حيث تتحدث القصص عن كثير من حوادث الطعن وإطلاق النار والاختصاف وحتى اختطاف الفتيات لجأ السجة الزوجة سيئة الحظ لحماتها ساجد بعد ثالث أشهر من الزواج فقط وتم نقله بسرعة إلى سويسرا حيث كان والدها سفيرا وهنا أدرك الساجدة بأن ابنها غير قادر على التزام بالحياة الزوجية قصي في نجدد عدي وفي ليلى من ليالي عام 84 وفي أحد الفنادق العاصمة بغداد اندلع شجار بين مخمورين من بينهم قصي ودبلوماسيا خليجي لم يستزغ صدام ارتكبه ابنه ضد الدبلوماسي فأمر بحبسه نسي عدي منافسته مع قصي وتدخل شخصيا لدى مدير استجن لإطلاق صراح شقيقه لكن المدير رفض ما ذفع عدي إلى توجير الشاشة نحو ساقيه فجأة تعاون المدير وأطلق صراح قصي مباشرة وخوف من ردة فعل صدام لجأ الشقيقان إلى عائلة الساجدة في انتظار انتهاء فورة غضب صدام ولتأمين نفسهما أكثر تحصن خلف كياس من الرمل فيما تسلح عدي بمدفع الرشاش لقد كانت ساجدة تتدخل دوما لدى زوجها لحماية ولديها من انتقامه لمن تزوج ابنتها تعد ساجدة مصدر أول انفجار كلف عشيرة تكريتي وحدتها في عام 84 جاء برزان أخ الغير الشقيقي صدام ومدير المخابرات ليطلب يد ابنة الكبرى للرئيس لابنه وأمام رفض صدام ألغى برزان كل التزامات الرسمية حيث كان يدرك بأن ساجدة من يقف وراء قرار صدام ذلك إنها كانت ترغى في الاعتفاض بابنتها لأحد المعنيين بها ويقول أحد سكرتري عدي لقد كانت ساجدة ترغى في أن يكون زوج ابنتها حسين كامل وكان حين عضو الفريق المكلف بأمنية وكانت تفضله على أي عضو من عائلة برزان لكن هناك رواية يعني عكس الشيء يعني ساجدة كانت ترفض بأن تطيب بنتها حسين كامل وصدام حسين كان موافق لقد انتبهت العائلة كلها إلى ارتباط السيد الأولى بالرجل الشاب وأما شقيقتي إلهام فقد لاحظت أن حسين كامل سحر ساجدة لقد عرف هذا الرجل كيف يضع زوجة الرئيس في جيبي إلى أن أصبح شيئا فشيئا من المعنيين بها وموضع شجار بيننا وتضيف إلهام لقد حاولت عدد مرات تحذير أختي من هذا الرجل الخطر لكنها لم تحرق ساكنا من جهتها لم تحتاج رغط حين أبلغتها والدتها بني حسين كامل سيكون زوجي المستقبل لكنها اشترطت إكمال تعليمها فقط وأما هو فقط اشترط عليه أن تنجب له طفلا في كل سنة تقضيها في الدراسة زفاف رغط بعد بضعة أشهر تم الزواج ارتد رغط فستان من تصميم نينا ريشي ويقول المسؤول السابق لبروتوكول الرئيس أنه من رافق رغط إلى فاريس لطلبه وكان فستانا رائعا ومطرزا قامت بتنفيذي 35 عاملة بعد الفستان كان على رغط أن تختار طقم المجوهرات لقد كان ثلاث دقائق كافية لتختار من مجوهرات أربش قلالة مرصعة بالزمرد والياقوت والماث أما بقية جهاز العروس فقد اقتنته أيضا من الكويت خلال زيارة لها لمدة ثلاثة أيام ولم يكتف حسين كامل بالتقرب من السيد الأولى فقط فبعدا تزوج من ابن الكبرى نجح في تزويج رنى إلى شقيقه وبعد هذين الزواجين أصبح كامل أحد درجال المؤثرين في النظام العراقي في تلك الفترة اشتدت العواصف داخل عشيرة التكريتي بسبب ساجدة فبرزان الذي كان أقوى رجل وجد نفسه مهمشا من قبل النظام وقد تحدث لأحد مقربي في هذا الشأن حيث قال أنا مهمش بشكل كامل ليس فقط من ناحية السياسية وإنما أيضا من ناحية الاجتماعية والعائلية بسبب هذا الوضع أخفض رزان نية الارتباط بزوجة ثانية على صدام وطارة ليغض شهر العسل مع الجميلة جنان أرملة الرئيس السابق للمخابرات الذي كان متهما بعلاقته مع السياسي طبعا تخصط هذه الكاتبة فاضل براك بعد أن تم اعدام وقتل الزوج برزان زوجة فاضل البراك قال المصيبة خلال مناسبة عائلية وأمام الأموبالا صدام علق الساجد أمام أحدهم على الزفاف لقولها أنه ضرب قوية لكل العائلة كيف يتزوج برزان أرملة خائن فإذا تنعت ساجد بأنه فاضل براك خائن على أي ساس استنجوا بأنه خائن هذا أمر مترك للقراء للتعليق ولم يكن هذا سبب الوحيد فزوجة برزان الجديدة تنتقد بشد الحكومة ومواقفة منفتحة على الغرب مما دفع الرئيس إلى استدعاء أخوتي صلاث غير الأشقاء ووجه إنذارا لبرزان فأما الطلاق أو لن تكون أخان غير أن برزان لم يتنازل وتم بعادي طيل السنوات حيث حين سفيرا لدى الأمم المتحدة في جينيف لكن صدام انتهى باستدعاء أخي واسناد إليه مهمة في وزارة الخارجية غير أن معاناة زوجته من السلطان دفعته إلى طلب البقاء في سويسرا من أجل علاجها في تلك الفترة كان صدام بحاجة ماسة إليه فبقي في بغداد فيما توفيت زوجته وحيدة على ضفاف بحيرة ليما كان صدام مهتما بأن يحيط به أشخاص يعجبونه لقد كان يمنح بيوتا ريفية لإصدقاء المقربين بالقرب من أحد مجمعاته الخاصة وعائلة الطيارة الخاص لصدام أي عائلة سلبي كانت واحدة من عائلات التي تجمع علاقة حميمة بالرئيس يجب أن يكون الجميع على بعد نصف كيلو متر من الجدار الذي يحيط ويحمي مقر إقامة الرئاسة الذي غالبا ما يظه في إجازة نهاية الأسبوع وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين في كل لحظة لاستقبال الرئيس والتعليمات التي عطيت بشأن هذه اللحظات العائلية صارمة جدا على الجميع استقبال الرئيس بحماسة وتقبيليه وثناء عليه وجلوس إلى جانبيه مع ضرورة أن تكون ملامح السعادة والفرحة واضحة وبارزة على محي الجميع وتقول زينب سلبي ابن الطيار صدام إحيانا كان يأتي متأثرا جدا وكان علينا أن نبرز تعاطفنا مع حزنه كان صدام ينظم الكثير من الحفلات المرايقات اللواتي كنا حوله حفلات بيانا ومسابقات صيد السمك ويصفق على أداء الشابات وتقول زينب إنه كان حين يعجب بأداء واحدة يحدق في عينيها ليش وصل صدام إلى مناسبة أخرى ويقول سيارة رياضية حمراء اللون وكان يرتدي خوض قائد مركب السباقات وبينما كان أولياء أمور الفتيات نائمين وقت القيلولة انتهز الفرصة ودعاهن للقيام بجولة معه قفزت الفتيات إلى السيارة فيما رفعه وصوت المذياء وانطلق بالسيارة في الطريق الصحراوي وعن ذلك تقول زينب كان معدبا وودودا وكان مهتما بنا بينما كنا مراهقا الصغيرات بعدين أخذهم صدامي لزيارة أماكن الصيد اللي كان يصاد فيها السمك وأيضا زار برفقة أكبر باخرة في النار حيث قال لهن تذكرنا هذا المكان حين تتزوجنا بمقدورك أن استعماله ليلة الدخلة زيارة سوزان مبارك في 18 أكتوبر 88 استقبل القصر سوزان مبارك التي أزوح بمرور الوقت صديقة لسادجة لقد أرسل حسن مبارك عقيلته إلى بغداد لتنقل تهاني الحارة بمناسبة النصر في الحرب مع إيران بغداد 84 منذ بضعة أسابيع ما عاد صدام يفكر إلا في المرأة التي التقى في الحفلة التي نظمت الخطوط الجوية العراقية بمناسبة تسلوم طائرة بوينغ 747 جامبو من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفترة كانت العلاقات بين العراق وأمريكا مثل ما يقال دهنوليفس كان وصول الطائرة إلى بغداد مناسبة كبيرة لذلك حرص المهندس الرئيسي نور الدين صافي الفخور بنجاح على أن تكون زوجتي سمير الشهبندر إلى جانبه خلال الاحتفال في ذلك اليوم جاء صدام لتفق الطائرة والاحتفال بقدومها لكنه وبسرعة شد أمر آخر انتباهه غير الحفلة قبل فترة كان صدام قد ذهل بجمال الشقيقات شهبندر ففي عام 82 ذهب برفقة طياره لتفق الطائرة الجديدة من نوع بوينغ 747 ولاحظ أن بين الركاب شاب شقراء هي آمال شقيقة سميرة فعلق قائلا هذا جمال حقيقي لم يجرع زوج آمال وكان مهندسا في الطيران على التعليق فيما كان عشق الرئيس للشقراوات أمرا معروفا الشق القتان سميرة وآمال الشهبندر من عائلة تجار أقاموا في بغداد وينحدرون من أصول لبنانية عكس أفراد عائلة صدام الذين كانوا من الفلاحين الفقراء الذين ينتمون إلى الطائفة السنية تزوجت الشقيقتان بطيارين سابقين في الجيش تحول إلى مهندسين في الطيران في الشركة الجديدة لقد كانتا جميلتين وكان حضورهما بارزا أنهما سيدتان لم يرى صدام نساء في جمالهما قط إلى أن نلتقي في الجزء الخامس تقبلوا منا أجمل التحية